في النعامة حادث مرور أدى إلى مقتل خمسة أشخاص خمسة قتلى شهداء إن شاء الله وعدد من الجرحى وما يسمى بالوالي يعاين المكان كما يسمى لكن قبل ذلك أيضاً كانت هناك على الأقل حادثين لدي علم بهما المهم أحداث أخرى أيضاً وحوادث أخرى وقعت وفي الغالب هنا طبعاً فيه بالتأكيد مسؤولية الذين يسوقون هذه السيارات وهذه الحافلات ولكن فيه أيضاً المسؤولية العامة لنظام الحكم القائم للعصابات المتحكمة في البلاد نتيجة لوجود جملة من الأخطاء أخطاء في الطريق أخطاء في إدارة قضية البيرمي والرشاوي حوله أخطاء في قضية السيارات ومراقبتها أخطاء في قضية البياس دون الشونج هذه يعني هذه الآلات لما تتعطب السيارات أو الحافلة تتعطب دائماً البياس هادون طبعاً فيه مشاكل وكثير منها مزور وكثير منها ماهوش دوريجين إلى آخره مجموعة كبيرة خلات كلها أن الجزائر واحدة من أكثر البلدان حسب عدد السكان وحسب عدد السيارات من أكثر بلدان العالم اللي تحدث فيها حوادث يعني قريباً من السعودية ومن مصر يعني من هذه البلدان واحدة من أكثر البلدان اللي تحدث فيها حوادث موت وجرح وإلى آخره حوادث المرور حوادث المرور تحدث في كل مكان في العالم ولكن النسب تختلف النسب تختلف هنا في بريطانيا على سبيل المثال حيث يوجد أكثر من 30 مليون مركبة ما بين شاحنة وحافلة وصيارة إلى آخره عدد القتلى في هذه البلاد اللي عدد سكانها يزيد عن 60 مليون 65 مليون تقريباً عدد القتلى تقريباً هو نصف عدد القتلى في الجزائر عدد القتلى وعدد الجرح في بريطانيا هو النصف مع أن أعداد السيارات والحافلات المركبات بشكل عام هو أربع مرات ما يوجد في بريطانيا أربع مرات أكثر من الجزائر وعدد السكان مرتين أكثر مع ذلك فعدد الجرح والقتلى في حسب السنوات على كل حال لكن عموماً أقل من النصف وهنا السؤال يطرح لماذا؟ جزء رئيسي منها نتيجة للفساد العارم في البلاد واحد من أخطر الأسباب الفساد هو أنتع البيرمي كيفاش الناس يجيبوا البيرمي أغلبية العظماء ما يجيبوش البيرمي لأنهم تعلموا ما يجيبوش رخصة السياقة لأنهم تعلموا السياقة إنما ما يجيبوا رخصة السياقة لأنهم دفعوا مال دفعوا مال كارشواء وبالتالي صحيح كيف يتعلم لأنه يعرف أن هذا مهم بالنسبة لي مهم إذا يسوق سيارته أو سيارة العائلة أو أولاده أو يتعلم وكيف يتعلم مع الوقت ولكن السياقة في الجزائر جحيم حسب ما ينقل لي وما يروى لي جحيم حقيقي الحقيقة أن السياقة في الجزائر حتى الفترة اللي كنت أنا ما زلت موجود فيها في الجزائر حتى منتصف تسعينات كانت الجزائر مقارنة مع دول أخرى مثلا كنت سقط في الجزائر وسقط في ليبيا وسقط في مصر وفي السعودية وفرق رهيب وفي تونس تونس إلى حد ما معقول السياقة فيها ولكن هذه البلدان مصر وليبيا ومصر والسعودية كانت الأوضاع مقارنة مع الجزائر كانتها في هذه البلدان وتعتبر السياقة في الجزائر كانت شيء ممتع حقيقة وإجمالا نسوق مليحيا الآن يقال لي أن الأوضاع كارثية بكل ما تعنيه الكلمة طبعا هذا موضوع في حد ذاته قد يطول الحديث فيه ولكن مرة أخرى نرجع إلى قضية الرشاوي والفساد العارم والفساد ما مش فقط في قضية ليبيرميق الفساد أيضا في قضية لي تعطولوا الأطول والتصريح مدرسة سياقة والفساد كما قلت في قضية القطع الغيار وطرقات حدث وطريق مكسر مع اللي دغدان اللي في الجزائر امتلأت بلي دغدان وامتلأت بالحفر فالسيارات تتضرر بشكل أكبر مما يعني إمكانية أن تحدث حوادث تصبح الأمور أكثر إمكانية ناهيك على كثير من الميكانيسيا لم يعودوا ما همش بحقيقة دي ميكانيسيا ليس الكل بطبيعة الحالة لكن هناك جزء لا يصلح أن يكون ميكانيسيا ولا يصلح أن يفتح محل الميكانيسيا الغش الغش في الأبياس الغش في العمل الغش في كل شيء يؤدي إلى هذه الكوارث وهذا نابع من الفساد